اشتركوا في القناة معالي الدكتور أنور بن محمد جرجاج وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى الجمهورية الفرنسية ومن المندوبين الدائمين لدى اليونسكو بالإضافة إلى رجال دين من مختلف الطوائف والديالات وهنأ الحضور الغفير من شخصيات عامة في المجتمع المدني وممثلين عن مختلف وسائل الإعلام العربية والأجنبية والفرنسية ومن رجال الأعمال مملكة البحرين بهذه المناسبة الوطنية السعيدة متمنين لها دوام الرفعة والرخاء أقدم أسماء آيات التهنئة إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان خليفة رئيس المزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد أقدم لهم التهاني الخالصة بهذه المناسبة الكبيرة وفي نفس الوقت أود أن أشيد بالعلاقات الممتازة التي تجمع مملكة البحرين مع الجمهورية الفرنسية بجهود حضرة صاحب الجلالة التي توجت بكثير من الأمور التي تمس علاقة الدولتين الصديقتين وهذه مناسبة جميلة أن نقيم هذا الحفل حفل الاستقبال في مدينة باريس لأصدقاء البحرين من الفرنسيين والفرنسيات وكذلك الجالية الأخرى الصديقة لمملكة البحرين اليوم الوطني البحريني مناسبة غالية جدا علينا جميعا في الخليج خاصة في دولة الإمارات وحقيقة سعدت لمشاركتي في هذا اليوم لتواجدي في باريس البحرين حقيقة من التجارب الناجحة جدا على مستوى الخليج والمنطقة وترى ذلك في أي زيارة البحرين والاحتفاء حقيقة بهذا اليوم الوطني احتفاء لنا كلنا لنموذج متميز نموذج ناجح اقتصاديا سياسيا اجتماعيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر